أعزائنا الطلاب، نحييكم مجدداً، ونشكر لكم تفاعلكم وهممكم، ونلتقي بكم مع درس آخر من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية، عنوان الدرس، الكلمة والجملة، اسم الفاعل الجزء الأول، لطلاب الصف الخامس. قبل الشروع في درسنا، أحب أن أعرفكم الأهداف التي يتوقع من الطالب النجيب أن يحققها في نهاية الدرس، وهي أن يستنتج تعريف اسم الفاعل استنتاجاً صحيحاً، وأن يصوق اسم الفاعل من الفعل الثلاثي صياغةً صحيحة. لغتنا العربية لغة جميلة وسهلة، ومن دروسها الماتعة اسم الفاعل، فتعالوا نتعرف في هذا الدرس إلى اسم الفاعل. تأملوا معي هذه الصورة. ماذا يفعل هذا الرجل؟ أحسنتم، إنه يلعب كرة القدم. ماذا نسمي من يقوم بهذا الفعل؟ رائع، إنه لاعب. تأملوا معي هذه الصورة أيضاً. ماذا يفعل هذا الرجل؟ أحسنتم، إنه يقرأ. ماذا نسمي من يقوم بهذا الفعل؟ رائع، إنه قارئ. تذكروا معي هذه الأمثلة، لأنها ستفيدنا بعد قليل في استنتاج تعريف اسم الفاعل، فهيا بنا. والآن أطلب منك عزيز الطالب أن تحضر كتابك، وتوقف المقطع، وتقرأ الفقرة. حسناً، هل انتهيت؟ إذن هيا بنا لنقرأ هذه الفقرة الجميلة للجدة مع أحفادها، ونجيب عما يليها من أسئلة. للجدة أحفاد كثيرون، منهم سالم وعادل وراشد، وذات يوم اجتمعوا عندها كعادتهم، فسألتهم ما هي أمنياتهم في المستقبل؟ فقال الأول، أريد أن أصبح ضابطاً، وقال عادل، أريد أن أصبح عالماً في علوم الفضاء، وقال راشد، أمنيتي أن أصبح طياراً، فدعت لهم بالنجاح والتوفيق. السؤال الأول، ما السؤال الذي طرحته الجدة على أحفادها؟ أحسنت، ما هي أمنياتهم في المستقبل؟ وما هي أمنيتك أنت في المستقبل؟ هذا سؤال أتركه لك، ولا شك أن الطالب الرائع بدأ بتحديد ذلك من الآن. ثم اسمح لي عزيز الطالب أن أعود بك سريعاً إلى دروس سابقة. استخرج من الفقرة فعلاً متصلاً بواوي الجماعة. فكر جيداً، أحسنت، اجتمعوا، واستخرج من الفقرة فعلاً ناسخاً. رائع، أصبح، أصبح فعل ناسخ من أخوات كان. نتابع مناقشة الفقرة لنتعرف اسم الفاعل. الكلمات سالم، عادل، راشد، ضابطاً، عالماً. أهي أسماء أم أفعال؟ فكر، أحسنت، هي أسماء. والدليل على ذلك أنها كلها تنتهي بتنوين، والتنوين من علامات الاسم. السؤال الأخير، من أي الأفعال اشتقت هذه الكلمات؟ يعني من أي الأفعال أخذت وصيغت؟ ولتعرف ذلك، تعال معي وركز فيما هو آتن. لتتعرف الأفعال الثلاثية، صل بخط بين الأسماء في العمود الأول، وما يناسبها من أفعال ثلاثية في العمود الثاني. أوقف المقطع، ثم أجب، أحسنت، سالم، أخذ من الفعل، سلمة، وعادل، من عدلة، وراشد، من رشدة، وضابط، من ضبطة، وعالم، من الفعل الثلاثي، علمة، من أكون؟ أتميز بالذكاء والإبداع، وأحب الاختراع والابتكار، وأحاول إيجاد الحلول لمشاكل البشرية، فكر جيداً، أحسنت، عالم، كلمة عالم، أخذت من الفعل، علمة، إذن نستنتج أن كلمة عالم تدل على شخص اتصف بصفة هي العلم، من أكون؟ أحمل رتبة عسكرية، ووظيفتي حفظ السلام، وتطبيق النظام، وحماية الناس، فكر جيداً، رائع، ضابط، والاسم ضابط، أخذ من الفعل ضبط، إذن نستنتج أن كلمة ضابط تدل على شخص يقوم بفعل هو الضبط، وهكذا نكون قد توصلنا إلى تعريف اسم الفاعل، وهو اسم مشتق من الفعل، للدلالة على من قام بالفعل أو اتصف به، أما الآن، فهيا بنا عزيز الطالب، لنتعرف إلى كيفية صياغة اسم الفاعل من الفعل الثلاثي، ما التغييرات التي طرأت على الأفعال الماضية الثلاثية عند اشتقاق اسم الفاعل منها؟ لاحظ معي عزيز الطالب، سلم، سالم، عدل، عادل، ماذا حصل للفعل الثلاثي؟ أحسنت، زدنا حرف الألف بعد الحرف الأول، ثم كسرنا ما قبل الآخر، سالم، عادل، وهكذا نكون قد تعرفنا طريقة صياغة اسم الفاعل، حيث يشتق على وزن فاعل من الفعل الثلاثي، افتح كتابك عزيز الطالب، واقرأ القاعدة التي توصلنا إليها منه، والآن عزيز الطالب، لنطبق ما تعلمناه، اكتب فعلا مناسبا للصورة، ثم سغ منه اسم الفاعل، أمامك صورتان، في الصورة الأولى، ماذا فعل الولد؟ أحسنت، شرب الماء، الفعل شرب، واسم الفاعل منه، أحسنت، شارب، وفي الصورة الثانية، ماذا فعل الولد؟ رائع، كتب الواجب، الفعل كتب، واسم الفاعل منه، رائع، كاتب، نكمل صياغة اسم الفاعل بهذه اللعبة الجميلة، انظر إلى الصورة، ثم اقرأ الحروف المبعثرة، واكتب اسم الفاعل المناسب للصورة، بما تصف هذا الشاي الذي يخرج منه بخار؟ أحسنت، إنه، ساخن، وأخيرا، بالاعتماد على ما تم شرحه، أوقف المقطع ثم أجب عن هذا السؤال قبل عرض الإجابات، ثم تحقق من إجاباتك، اسم الفاعل في الجملة الأولى، شاكرا، والفعل الذي اشتق منه اسم الفاعل، شكرا، في الجملة الثانية، صامدون، لاحظ عزيزي الطالب أن التثنية والجمع لا تؤثر في اسم الفاعل، فيمكن أن نقول صامد أو صامدان أو صامدون، ، والفعل هو، صامد، في الجملة الثالثة، اسم الفاعل، قائم، والفعل الذي اشتق منه، قام، في الجملة الرابعة، اسم الفاعل، الفائزات، ولاحظ كذلك عزيزي الطالب، أن التأنيث لا يؤثر أيضا في اسم الفاعل، فقد نقول، فائزة، أو فائزتان، أو فائزات، والفعل الذي اشتق منه، فاز، وفي الجملة الأخيرة، فاقد، والفعل، فقد، وختاما، ها قد وصلنا إلى نهاية درسنا الرائع، بعد أن حققنا الأهداف المطلوبة، فاستنتجنا تعريف اسم الفاعل، ثم كيفية صياغته من الفعل الثلاثي، حقا كان درسا جميلا ومليئا بالفوائد، عزيزي الطالب، لا تنسى أن تجيب عن أسئلة التقييم اليومي لهذا الدرس، وكذلك لا تنسى الإجابة عن أسئلة التقييم الأسبوعي لما تعلمته هذا الأسبوع، ثم إرسال الإجابات إلى معلمك، وإلى اللقاء،